بيبدأ فيلمنا في مدينة اسمها فري سيتي وبيظهر شاب يلابس نظارة شمسية بينزل وبيتضح ان اصحاب النظارات الشمسية دول الابطال المتهورين اللي عايشين في المدينة. بينزل الشاب ده يركب عربية مش بتاعته ولا البنت اللي في العربية يعرفها بس هو يعمل اللي هو عايزه علشان اللابس النظارة الشمسية. وبتحصل له عدة متاردات مع رجال البوليس وبيضربوا عليه نار بكل الطرق. بس هو في الاخر بينجح ان هو يهرب منهم ويموتهم. ده بقى شاب اسمه جاي بيسحى من النوم ويروح يتطمن على السمكة بتاعته ويغير هدومه ويقعد يفطر علشان ينزل يروح شغله اللي هو في البنك. بعدها بينزل جاي ياخد القهوة بتاعته من الكافيه اللي جنب البنك ويفضل يهزر مع البنت اللي بتقدم له القهوة ويسلم على الزابط جوني اللي بيبقى قاعد في الكافيه بيفطر وهو خارج بيشوف حزاء بيجيبه جدا وبيجيبه سعره وبيقول للبايع انا ارجع اشتريه. بعدها بيروح لشان يسحب فلوس من الفيزة بتاعته بس فلوسه ما بيتكملش. بيقابل صديقه وبادي وبيمشوا هما الاتنين لحد البنك بيبضلوا ماشيين مع بعض بيتكلموا بس بتحصل حاجات غريبة زي انهم بيلوا الراجل بيتكسر بالازاز بتاع المتجر وبيعها قدامهم وبيقوموا الجاي وبيمشي هو وصديقه يروحوا على البنك اللي شغالين فيه. بيروح الجاي والصديقه يبدو شغلهم في البنك وبيكون الجاي بيدور على شريكة لحياته لدرجة ان هو بيشوف اي اتنين مع بعض بيبقى نفسه يكون زيهم صديقه بيفضل يصبر فيه ويقول له هتلاقي البنت اللي انت عايزها شريكة لحياتك ما تيلاش. وهم بيتكلمهم بيدخل اصابة سطو على البنك وبينبتها جاي وصديقه ويكملوا كلامهم على مواصفات فتاة احلام جاي. وبيخرج رئيس البنك بس بيدربوا واحد من اصابة السطو اللي هجمت على البنك عدام اللي راجل لابس لبس غريب جدا بتجيله بنته وهي نزلة بحبل بينفوق وبتساله على حاجة تخصها بس هو بيقول لها ان حاجتك مش معايا بس انا عارف مع مين بترفع البنت عليه السلاح بتاعها وبيتقول له انت عارف انا بعمل ايه في اللي بيضيع وقتي بيرد عليها الراجل اللي لابس لبس غريب ويقول لها احنا ممكن نتقابل تاني قريب بس البنت بتقول له انا ما عنديش الرغبة ان شوف ابر امك دلوقتي بيقول لها الراجل ده انت بتحب تهزاري كتير وبيوريها خريطة لموقع سري هي كانت بتطور عليها وبيدع لها مقابل شريت كان طلبه منها بس بيسألها عن الشريت التاني بترد عليه البنت وبتقول له انا بكره اللي بيطرح علي اسئلة كتير وبتسيبه وتمشي بس وهي ماشية بيسألها تاني فبتتلو البنت على طول وتخلص منه بعدها بنلاقي جاي بيكون ماشي هو وصديقه في المدينة بعد الشغل وبيقول له شوف الحزي اللي كان لبسه الحرامي في عملية سرقة البنك صديقه بيسألوا انهي سرقة فيهم اللي كانت الساعة اتنين وقال لا كانت الساعة اربعة بيرد جاي وبيقول له لا اللي كانت الساعة اربعة الحزي اللي هو كان دايز بي على وشي وهم بيتكلموا بتظهر البنت اللي ظهرت في الاول وقتلت الراجل اللي كان لابس لبس غريب بيشوفها جاي وبيدخل في حالة زهول لانه بيوجب بها جدا وبيسأل على الاغنية اللي كانت بتغنيها وحيها ماشية بتقوله البنت انها مش اغنية وبيتسيبه وتمشي جاي بيكون عايز يروح وراها وصديقه بيحاول يمنعه وبيقوله انها من الناس اللي بتلبس نظارات شمسية بس جاي ما بيسمعش كلامه ويفضل ماشي وراها لحد ما بيوصل عند قطبان القطر وبيحاول ان هو يعديه بس بيجي قطر وبيغبطه بعدها بيظهر ان البنت دي كانت بتلعب وكل اللي بيحصل ده كان مجرد جرافيك في لابة من العلعاب وتعمل البنت حفظ للمكان اللي هي ويفت عنده وبيتخلص وبتشوف اعلان لنفس اللعبة بس الجزء التاني منها بتجي لها البنت اللي شغالة في المطعم اللي هي قعدة فيه بتقول لها البنت لويتر انت شكلك بتحب اللعبة دي زي بقية الناس اللي مهوسة بيها بس بترد عليها البنت وتقول لها انها رفع الدعوة قضائية ضد الناشر والدليل اللي هي عايزاها موجود في اللعبة عدا بتبدأ اللعبة تاني من اول وجديد وبيبدأ جاي نفس اليوم اللي بيبدأه كل يوم وبيروح الكافي بيلاقي البنت اللي شغالها هناك بتديله القهوة اللي هو بيشربها بس جاي بيكون عايز يغير ويشرب حاجة جديدة البنت اللي موجودين في المكان بيستغربوا كلامه وبيقوله الزابط جوني ان اللي انت بتعمله ده من العدات القوية بس جاي بيكون مصر ان هو اشرب كباتينو بس من الله ان فيه الدبانة جات وقفت قدام الكافيه ووجهت نفسها ناحية جاي بعدها جاي بيشوف اللي حصل في المكان نتيجة طلبه الغريب بيقوله منه هو كان بيمن كده علشان يخوفهم بس مش اكتر وبيقوله منه هو كان بيهزر وبياخدها منها ويشربها ويخرج من المكان بيروح جاي للبانك اللي هو شغال فيها علشان يمارس شغله وتدخل اصابة الصوت زي كل يوم وبينبتح جاي هو وصديقه وكل اللي في البانك بس جاي وهو منبتح بيشوف البنت اللي شافها في اليوم اللي قبله وبيكون عاوز يقوم يروح لها تاني بس صديقه بيمنعه وبيقوله ان البنت دي من اصحاب النظارات الشمسية يعني ما ينفعش انت تتكلم معاها لانك ما بتلبسش النظارات دي زيهم جاي بيقوله ان انا هيكون معايا النظارة الشمسية دي وبيقوم يكلم واحد من اصابة الصوت ويطلب منه نظارة بتاته اللي هو لبسها بعدها بيظهر ان في بنت هي اللي متحكمة في شخصية السارق اللي بيكلمه جاي وبيبضل الشخص دي يضرب في جاي ويحذره علشان ما يموتوش وصديق جاي يحذره من اللي هو بيعمله بس جاي بيكون عنده هدف واحد بس هو انه ياخد النظارة علشان يروح يكلم البنت اللي شافها وبينجح جاي انه هو ياخده بس بيموت الشخصية اللي خاد منها ان النظارة غزبا عنه وبيدخل كل اللي موجود في المكان في حالة زهول من اللي جاي عمله بس جاي بيسيب السلاح جنبه وياخد النظارة ويجري علشان يلحق البنت بعدها بيخرج جاي يشوف البنت ويلبس النظارة واول ما بيلبسها بيتخض لانه هو بيشوف حاجات اول مرة يشوفها زي كأنه في لعبة وفيها اسلحة وطيران ودبابات وبيشوف جاي وهو لابس النظارة شنطة اسعافات اولية على الارض ويسأل راجل قاعد عليها بس الراجل ما بيكونش شايفها لانه مش لابس النظارة اللي لابسها جاي بيلاقي جاي بيبضل يقلع ويلبس في النظارة علشان يتأكد من اللي هو شايفه وبيروح يمدي ايده ناحيتها لشان ياخدها ويرجع لطبيعته تاني والجروح اللي كانت في وشه تختفيه بيمشي جاي في المدينة بعدها وبيشوف كل حاجة بتحصل في اللابة وهو لابس النظارة وبيلاقي واحد كان طاير فوق وبعدها وقع على الارض ومات وبيظهر حواليه فلوس بيروح جاي ياخد الفلوس من الراجل ده وبيلاقي حسابه ذاته بيروحها لشان يصرف الفلوس اللي اكسبها اما ده يبقى المقر الرئيسي بتاع اللابة وبيكون الشابين كيز وموسير قعدين بيشوفوا اللي جاي عمله في اللاب وبيقولوا ان هو شخص غير قابل لللاب ازاي بيعمل كده بيرد موسير على كيز ويقوله انت ممكن تحذره مدى الحياة وما يكونش موجود في اللابة تاني بيرد كيز ويقوله حاولت اعمل كده معرفتش جاي ده شخص بارع جدا وبينلاقيهم هم اللي اتنين بيتفقوا ان هم يلعبوا ويختاروا شخصيات من اللابة علشان يروحوا يتخلصوا من جاي بعدها بنلاقي جاي خارج من محل رياضي ولابس الحزاء اللي هو كان بيقول هيشتريه وبيبضل ماشي في الشارع لحد ما بيروح لحد القدبان وبيقف لحد ما القطر يعدي وبيشوف جاي باب بهد القدبان بتاع القطر وبيبضل يبص عليه من بعيد وبينلاقي في نفس الوقت الشابين موسيروا كيز نزلوا اللابة بشخصية ظابط وارنب وجم المكان اللوائي في جاي وبتم بينهم مناقشات كبيرة لحد ما بيدربوا على جاي نار وبيبضلوا ماشيين ورا في الاماكن اللي هو بيحاول يهرب فيها ويطلقوا عليه النار جاي في نفس الوقت ده بيكتشف حاجة مهمة جدا وهي ان الحزاء اللي لابسه بيقدر يخليه يقفز لاماكن عالية جدا وبينجح ان هو يخليه يهرب منهم بس موسيروا كيز بيبضلوا يتردوا في جاي وبيطلعوا وراه المكان اللي كان بيهرب منهم فيه بس جاي بلاي ان هو يستخدم كل القفزات اللي كانت معاه فبيقوم يجري منهم وهم بيدربوا عليه نار لحد ما بيخرج على جسر متعلق في الحوى ويفضل يجري عليه بس بيقعه في الشارع وبينجح جاي ان هو يهرب منهم بس بيقبطوه الشابين موسيروا كيز بالعربية وبموتوه بعد ما بيموتوه موسيروا كيز بيفضلوا يتكلموا مع بعض وكيز بيقوله ازاي ده حصل في حاجة غريبة وموسير بيقول لكيز ازاي انت تبقى مصمم ألعاب كبير وانا شولا كله بيقتصر على الشكاوي اللي بتتقدم من اللعبة بيرد عليه كيز ويقوله دي قصة طويلة جدا بعدها بلاي لقاء تلفزيوني للشاب كيز وصديقته ميلي اللي اشتركت معاه في اختراع اللعبة جديدة واللعبة دي انتشرت في العالم كله وهم بقوا مشهورين يرجع كيز البيت بلاي صديقته قادة بتتفرج على اللقاء ده وبيتضح ان انتوان صاحب لابت في ري سيتي اشترى منهم الزكاية الاصطناعي اللي كان في لعبتهم وحطوا جوه لابته وهم ما خدوش الاجر المناسب نتيجة اللي حصل فميلي بتقوله ان هي لقت الدليل على كلامها وان انتوان صاحب لابت في ري سيتي ومخبيف شريت من شرايط احد اللاعبين وبتطلب من كيز ان هو يدخلها اللعبة وبيقولها كيز انا مهتم بالموضوع ده ما تقليش بعدها بيصحى الجاي ليوم جديد ويغير قدومه لشان يبدأ اليوم بتاعه كعدته وفي نفس الوقت بتبدأ ميلي اللعبة وبتجيب الخريطة اللي هي اخدتها من الراجل اللي كان لابس لبس غريب وقتلته في الاخر وبتفتح الخريطة وبيتروح لمكان فيها من خلال المكان ده بتقدر توصل للدليل على ان انتوان واخد منهم اذا كان الاصطناعي بتاع لعبتهم بتروح ميلي للمكان وبتفضل ترائب الحراس اللي فيه وبترائب الدخول والخروج وفي نفس الوقت بتلاقي جاي نزل نفس المكان اللي هي فيه بعدها بتحاول تعرف ميلي من هو جاي وبتفتكره احد لا يصلح للعب بس جاي بيفكرها بنفسه ان هو شفها وهي بتردد اغنية وهي ماشية وفديل اتبعها لشان عايز يتعرف عليها في نفس الوقت الاصابة بتاخد بالها منهم وبتضرب عليهم نار بتقوم ميلي وتبدلهم في اطلاق النار لحد ما بتستخدم تقنية من تقنياتها وبتهرب وبيهرب جاي معها بعد ما بيهربوا للمكان التاني بيسأل جاي ميلي ويقولها ايه اللي حصل ده بيقوله ان انت كنت هتبوز المهمة بتاعتي فبيقولها ان هو ما يقصدش هو كان بيحاول يساعدها بس بعدها بتدخل ميلي لمكان فيه الاسلحة بتاعتها وتاخد كل اللي هتستخدمه منها وما جوا المكان جاي بيتعرف عليها وبيعرفها على نفسه ولا ان هو هيساعدها في المهمة اللي هي كانت هتقوم بيها بترد عليه ميلي تقوله ان هي بتحب تشتغل لوحدها بعدها بنلاقي جاي بيحاول ان هو هياخد اسلحة زيها بس ما بيهرفش فبتقوله ميلي ان هو علشان يستعمل الاسلحة دي لازم يكون مستوى عالي زيها وبعدها بتوري ميلي مستوىها وبيتشوف مستوىه بتلاقيه واحد بس وبتقوله ان لازم يكون مستوى 100 على الاقل علشان يعرف يستعمل الاسلحة المهمة جاي بيستفسر منها وبيسألها ازاي عن مستوىه بتقوله ميلي ان هو ممكن يضرب الناس اللي مشى في الشارع ويعمل اي شغب بالطريقة دي مستوى حيعله بيردها لها جاي ويقولها ان هو مستحيل ايازي الابرياء والناس اللي مشى في الشارع بتنبهر ميلي من كلام جاي شوية بس بتقوله ان العالم كله عايز كده بيردها لها جاي ويقولها ان العالم مش بالسودة بترد عليه ميلي وتقوله انت لو قبلت الشخص المسؤول عن العالم ده هتتفي معايا في رأيي بيقولها جاي انت اصدك على الرب انت عايزة تقولي انك قبلت الرب بيقوله ميلي انا اصدي على انتوان صاحب اللابة بس بيقوله ميلي انت لو فعلا عايز ترفع مستواك من غير ما تيزي حد ممكن تاخد الاسلحة من الناس اصحاب النظارات الشمسية بيردها لها جاي ويقولها طب ازاي هعرف ان مستوية زاد بتقوله ميلي لما توصل لمية ساعتها هنتكلم بيخرج جاي من عندي ميلي وهو مفهم بالحيوية وبيبدأ لتأمل في كل حاجة على الارض لحد ما بيلبس نظارته وبيبدأ المهمة بتاعته في انه يكون راجل مثالي ويدافع عن الناس وياخد الاسلحة بتاعت الناس اللي بتضربهم بس في الاول بيتقتل بسهولة لانه لسه ما اكتسبش المهارات المثالية اللي تخليه يقدر ينفذ مهمته بس بعد كده مرة ورا مرة مستواب يعني بعدها بنلاقي كل الناس اللي بتلعب لابت في ري سيتي بتتكلم على شخصية صاحب الاميس الازرق اللي هو جاي وبيقولوا انه هو بيقوم بدور البطل بتاع اللعبة ونفسهم يعرفوا الهوية بتاعته وانه مين اللي بيقود الشخصية دي وبالله الاطفال حول الالم بتحاول تقلده تبقى زيه وفي نفس الوقت بنلاقي جاي مستواب يعلى وبيقدر انه هو ينجز المهمات اللي كانت صعبة ليه في البداية لحد ما بيوصل للمستوى اللي كانت ميني طلبه منه بعدها جاي بيرح للبنك اللي هو شغال فيه وبيقابل صديقه وبيسأله صديقه انت كنت فين بقى لك يومين ما بيجيش وبيستغرب لبسه ويسأله على اللبس اللي كان دايما بيلبسه جاي بيرد عليه ويأتزر له ويقوله انا هفهمك كل حاجة حصلت ويقوله جاي انه هو يتكلم مع البنت اللي كانوا شافوها وهم ماشيين صديقه بيقوله اتكلمت مع البنت صاحبة النضارة الشمسية جاي بيقوله ايوة لان انا كمان بقيت من اصحاب النضارة دي في نفس الوقت بالله الاقتحام بتاع الاصابة اللي بتدخل على البنك واصل المكان بس جاي ما بيديش اي اهتمام ليه وبيفضل يتكلم مع صديقه على انه حياته اتغيرته وكان السبب في داء هي النضارة الشمسية اللي لبسها بعدها بالله واحد من الاصابة بيهجم عليه بس جاي بينجح انه هو ياخد منه سلاحه ويقول لصديقه خد الفرصة وجرب انت كمان النضارة دي وشوف الفرق اللي هيحصل في حياتك وبياخد النضارة من فرض الاصابة وبيديها لصديقه بس صديقه ما بيرضاش بيها ويقول له انا مش اقدر اخدها جاي بعدها بياخد السلاح من اللاعب اللي كان بيقتحمي البنك ويقول له امشي وسيب المكان ويقول للبنت اللي كانت معاه انت المفروض تكوني مع راجل افضل من ده فالبنت بتستجيب لكلامه وبتمشي هي كمان بالله كيز وهو قاعد في الشغل بتاعه بيجيله رسالة من ميلي وبتطلب منه انه هو يسعدها وبالله ميلي بتوصل عند المكان اللي فيه الشريط اللي متسجل عليه الزكاء الاصطناعي المسروق منهم بعدها بيقدر كيز ان هو يفتح لها الباب ويخليها تدخل المكان وبيقول له ان هو مش هيارة فيامل اكتر من كده بيتروح ميلي للمكان اللي فيه الشريط وتاخد الشريط بتاعها بس الانظار بيرن في المكان كله وتيجم عليها الاصابة اللي موجودة بس في نفس الوقت بيدخل جاي المكان ويفضل يضرب في افراد الاصابة وبتمبهر ميلي من وجوده في المكان كيز بيكون بيتبعها وبيسألها انت بتتكلمي مع مين ميلي بتقول له ده صاحب الاميسي الازرق الشخصية اللي هي غير قبلة للعبة وهي بتضرب في افراد الاصابة في نفس الوقت الجاي بينبهر جدا بيها وباللي بتعمله وبينجذب لها اكتر من الاول وبيروح ياخد الموتسيكل وبيقول لي ميلي احنا لازم نمشي دلوقتي وبينجحوا هما الاتنين ان هما يهربوا بطريقة جميلة بعدها بيجي انتوان رئيس الشركة اللي اصدرت لابت في ري سيتي ويدخل مقر الشركة بتاعته وبيقابلوا واحد من الموظفين يقولوا على شخصية صاحب الاميسي الازرق اللي هو جاي وان احنا هنتخلص منه بس بيرد علي انتوان ويقولوا ان الشخصية دي الناس بتحبها وبيقولوا انا هستخدم شخصيته في لابت في ري سيتي اتنين وبيطلب من الموظفين بتوعوا ان هما يزودوا ببعض التقنياتها لشان الجزء التاني من اللعبة في نفس الوقت بيجي له كيز ويقولوا ان اللعبة مليئة عيوب والناس كلها بتشتكي منها وبيقول لانتوان ان هما ممكن يعملوا اللعبة حقيقية افضل بكتير من اللعبة دي بس انتوان بيرد عليه ويقولوا ان اللعبة دي الناس كلها بتحبها فلازم اللعبة الجيدية تكون بنفس النمط بتاعها لان مش من المنطق يكون عارف ان الناس بتحب حاجة وانا روح اعمل لهم حاجة تانية وبيقول انتوان لكيز انا مش عايزك تتعب تفكيرك في حاجة انا عايزك تفكر في الابداع للشركة دي وبعدها بيفتح كيز اللعبة تاني وبيكون جاي وميلي راحوا مكان بيسمى بمستودع فري سيتي للأسلحة وبيقول لها جاي ان هو مستوى عالية لشان يوصل للمرحلة دي بيبضلوا يتكلموا مع بعض وبتسألوا ميلي عن هويته وشخصيته لانها بتستغرب ازاي مستوى يرتفع بالسرعة دي بعدها بيقربوا من بعض اكتر ويمشوا مع بعض لحد ما يروح يأكلوا ايس كريم وبيكونوا هما الاتنين بيحبوا نفس النوع وبيقول له ميلي انت مضحك بشكل غريب جدا وبيقول لها جاي نكتة بايخة بس بترد عليه ميلي وتقول له يا ريت ما تقولش نكتتين بيبضلوا هما الاتنين ماشيين مع بعض وبتقول له ميلي انها بتحب المراجيح جدا لانها بتخليها حرة ومنطلقة وبيبضلوا يتكلموا مع بعض وهم ماشيين لحد ما بيخلصوا كلام وبيقول له انها اسمها ميلي مش ملتوف وهو بيقول له ان هو اسمه جايمي الصاحب الاميسي الازرق بعدها بنلاقي الكيز بيروح لميلي بيتها وبيخبط عليها ويدخل يقول له انت كان معاك يحق في كل حاجة وبيقول له شفرتنا موجودة في لابة فري سيتي وان الشخصيات اللي بتتغيروا بتنمو دي بسبب الشفرة بتاعتنا وعلشان كده فري سيتي نكحة لانها بتبان وقعية للناس فحبهم لللابة بيزيد بسبب كده بسبب الشفرة بتاعتنا بيقول له ان الشخصية صاحب الاميسي الازرق ده مش لاعب ده زكاة الاصطناعي قدر ان هو يطور من نفسه بترد عليه ميلي وتقول له ان دي شخصية غير قبلة لللاب بس كيز بيقول له انت انفكر ان الشخصيات الغير قبلة لللاب نزل اللابة من غير ما يكون ليها حياة خاصة بيها وما بيقدروا يطوروا من نفسه بعدها بيقول له انتوان كان بيكذب علينا في موضوع ان هو ما استخدمش شفرتنا وبيقول له ان لابة فري سيتي اتنين مش تحديث لفري سيتي واحد لا ده بديل عنها لانه لما ينزل اصدارها هيتمسح شفرتنا وصاحب الاميسي الازرق ده مش هيكون موجود تاني في اللعبة بعدها بيقول له يا كيز احنا قدمنا تمانية واربعين ساعة بالزبط قبل اطلاق فري سيتي اتنين علشان نقدر نسبة ان الشفرة اللي استخدمها انتوان في فري سيتي واحد بتاعتنا وبيقول له ان هي ممكن تقول لصاحب الاميسي الازرق علشان يساعدها لانه مش هيكون ليه وجود لو اللابة الجديدة نزلت فلازم ينقذ العالم بتاعه بعدها بتروح ميلي لجاي وتقول له انا عايز اقول لك على حاجة مهمة فجاي بيحضر وبيقول انت تلاتي متجاوزة بترد ميلي عليه وتقول له لأ فبيقول لها جاي ان مش هيكون فيه اسوأ من كده نهائيا ويدحك هو هو بيقى الايس كريم بس بترد عليه ميلي وتقول له تعال معايا وانا هقول لك الاسوأ بتاخد ميلي جاي وتروح للمكان اللي بيتجمعوا فيه اللاعبين وبيلعبوا لقبتهم وجاي هو داخل بيشوف كل الاحداث اللي بتحصل على شاشات العرض وبتقول له ميلي انا جايبك هنا لشان اقول لك ان المدينة دي وكل اللي بيحصل فيها مجرد لعب فبيقول لها من عارف انها لعبة وانت علمتني زي العبها فبيتردها ليملي وتقول له ان هي مش شبه اللعبة هي فعلا لعبة فبيسالها جاي عن العالم كله عبارة عن لعبة بيتردها ليملي وتقول له ايها بالزبط بيقول لها جاي واحنا مجرد لاعبين في اللعبة دي بتردها ليملي وتقول له ان مش كلنا لاعبين بعض الشخصيات هم اللي لاعبين انما انت من الشخصيات اللي بنقول عليها وبيشوف جاي وهو بيتكلم معها بعض الاحداث اللي كانت بتحصل له في اللعبة وبيدخل في حالة زهول شوية من كلام ميلي ويقول لها يعني انا مزيف والعالم كله مزيف ويقول لها انت لو ما قلتش كده من بدري وانت عارفة اللي انا بحبك فبترد ميلي عليه وتقول له انت حاسس انك بتحبني علشان انت مبرمك كده ويستغرب جاي جدا من كلام ميلي وبيسيبها ويمشي بعدها ميلي بتمشي ورجاي وتطلب منه انه هو لازم يتدخل ويعمل حاجة علشان لو اللابل جيدة نزلت هو مش هيكون لي وجود فيها بس جاي بيرد على بانفعال ويقول ان هو ما كانش عايش لحد ما شافها وبدأ يحس حياة جديدة وشكل جديد لطريقة حياته وبيقول له هو متأثر بس انت تلاتي حقيقية وانا ولا حاجة وبيسيب ميلي ويمشي وبيتكون ميلي بتأثر بكلامه زي ما هو متأثر بالذات بعدها جاي بيفضل ماشي وعنده لمبالاة من كل حاجة حواليه لحد ما بيوصل عند البحر وبيمسك توبة وبيحدفها بس بيلاقيها تختفي واي كأن العالم اللي عايش فيه افتراضي ونهايته عند البحر ده وانه ما نفعش حد يعديه وبيمدي ايده وبيحاول ان هو يعديه بس برضه بيكتشف ان هو اللوعة ده مش هيكون ليه وجود بعد كده بيدخل جاي في حالة زهول وبيتعصب جدا لانه بيفهم ان كل اللي عايش فيه ده مجرد وهم وان حياته وبارة عن كدب في كدب وبيرجع للشارع بتاعت فري سيتي وبيبقى مش طايق اي حد من الناس اللي في الشارع لدرجة ان هو وقف يزعق للستة العجوزة اللي طول الوقت بتدور على القطة بتاعتها وبيقف في نص الشارع وبيبضل يقول ان الشارع ده مزيف والمدينة دي مزيفة وكل حاجة هنا في المكان كدب في كدب بس بتيجي عربية وبتغبطه وبيموت وبيبدأ من جديد اللعبة عده جاي بيروح لصديقه ببادي اللي كان معاه في البنك ويزوره في بيته وبيتكلم معاه ويسأله ايه اللي انت كنت هتعمله لو عرفت انك غير حقيقي اول الكلام صديقه ببادي بيضحك عليه وبيتريق على كلامه بس بيبدأ يفهم منه ويستوعب هو يقصد ايه وبيقول له انا هنا هو عايش لشان اساعي الصديقي وفي جنبه في امر من الامور اللي تخصه جاي بيستغرب كلام صديقه وبيسأله وبيقول له حتى لو كنت عارف ان انت غير حقيقي بيرد الصديقه ويقول له حتى لو كنت غير حقيقي يكفيني ان اللحظة اللي احنا عايشينها والانا بعمله دلوقتي من مساعدة صديقي حقيقي جاي بيدخل في حالة زهول من كلامه وبيقول له بعدها انت ليك علاقة بحراس الامن زميلك التانيين بيرد الصديقه ويقول له اكيد جاي بيقول له طب يلا علشان احنا عندنا مهمة تانية هنعملها دلوقتي بعدها بياخد جاي صديقه للمكان اللي هو راح فيه لميلي لما كان بيساعدها وقال لصديقه ان احنا جايين هنا للمكان علشان نساعد ميلي ونجيب الشريط اللي هي كانت عايزا وندهلها وهم بيتكلموا بيجي صاحب المكان اللي هم فيه ويقول لهم انتوا ازاي دخلتوا هنا بسهولة كده جاي بيرد عليه ويقول له احنا جايين هنا علشان ناخد شريط الفيديو بيرد عليه الراجل صاحب المكان ويقول له هو انت صاحب العميس الازرق جاي بيرد عليه ويقول له ايوة انا بيفرح جدا الراجل وبيقول له ان هو من اشد مواجبينه وبيقول له انت تاخد اي حاجة انت عايزها وبيفضل يتكلم وفرحان جدا بالموقف وجاي بطريقة متحقة بيسأله وبيقول له انت بتكلم مين بس الراجل بيكون فكره بيحذر وبيضحك على كلامه بعدها بيروح جاي لميلي وبيحاول ان هو فوقها علشان يعرف ان هو جاب الشريط اللي كانت بتدور عليه بس ميلي ما بتكونش فتح اللعبة في الوقت ده بس بعدها بمرة واحدة باللايم اللي بتفتح اللابة وبتتكلم مع جاي اللي بيتخض منها بس يبيدي له شريطه بتفرح جدا به بعدها بنلاقي الناس على منصات التواصل الاجتماعي مهتمة جدا بجاي وبتتكلم عليه ومشغولة باللي هو بيعمله في نفس الوقت بنلاقي انتوان بيتدايق من حاجة زي كده لان الناس مش مش مشغولة بلابة فريس هدي اتنين ومشغولة بواحد غير قابل للعب وبيروح مقر الشركة بتاعته وبيفضل يتكلم مع التقنيين اللي بيصممه الى اشكال بتاعة اللعبة الجديدة وبيقابل كيز ويقول له ادمر الشخص صاحب الاميوس الازرق ده كيز بيرد له ويقول له ان الشخص ده مش مخترق اللعبة علشان ادمره ده شخصية غير قبلة للعب بعدها انتوان بيستغرب كلام كيز وبيقعد في الارضة علشان يفكر وبيعمل حركات غريبة جدا بس بعدها بيقوم ويقول المصممين والتقنيين اللي شغالين معاه ان احنا ممكن نعيد تشغيل زكاة والاستناعي من الاول وبيطلب من اللي شغالين معاه ان هم يدولوا افكار عن كده بعدها من لاي واحد منهم بيقوله ان احنا ممكن نعيد تشغيل الخادم من اول وجديد ايرجع تاني الشخصية غير قبلة للعب بيوفي انتوان على رأي الشاب اللي شغال عنده وبيقوله اامل كده اداب اللي جاي وميل راح وقعده في مكان وشغاله شريط الفيديو اللي جاي جابه الميني ويقوله ميل ان هي انتظرت كتير علشان تحصل على الشريط ده وشريط شغال جاي بيقوله ان هو شاف المكان اللي المعروض قدامهم قبل كده بس الناحية التانية بيكون الشاب اللي اخد امر من انتوان ان هو يعيد تشغيل اللعبة من اول وجديد نفذ الامر وبيقف الشريط وبيقف كل حاجة حواليه حتى ميل كمان حركتها بتقف وكل اللي موجودين في المكان بيحصل لهم كده لان اللعبة يعتبر كده ويفيد جاي بيخرج من المكان وهو شايف كل حاجة حواليه ووقفه لحد ما كل حاجة بتختفي بالتدريج وبيختفي جاي وفري سيتي تفقد الاتصال بالانترنت بعدها اللعبة بتشتغل تاني من اول وجديد في نفس اللحظة وبيبدأ جاي اليوم بتاعه اللي كان بيبدأه هو وصديقه بادي وبينزلوا يروحوا شغلهم في البنك بس هم ماشيين بتظهر ميلي وتروح لجاي علشان تفكروا بيها واللي كان بيعملوا معها بس جاي ما بيكونش يفاكر اي حاجة وبيقتزل لها وبيسيبها ويمشي بعدها ميلي بتتصل بكيس في التليفون في الواقع الحقيقة وتحكيله اللي حصل بس كيس بيقول لها انه اكتشف حاجة مهمة جدا وبيطلب منها انها تروح تفتح سجل اللعبة بتروح ميلي تفتح سجل اللعبة وهي بتتكلم كيس بيبدأ كيس ان هو اشرح لها كل حاجة عن جاي وعن برمكته في اللعبة وبيشرح لها ان هو كان زكاو الاصطناعي اتعمل علشان ينزل يدور على شريكة حياته في اللعبة وفيدل يدور عليها لحد ما قبلك تاني فبتدها معك كل حاجة تتضير من اول ان ما شافك وبالله ان كل حاجة في ايدك انت ان تفكري بكل الاحداث بعدها بتدخل ميلي اللعبة وتدخل البنك اللي شغال فيه جاي على انها واحدة من اصابة السطو وتاخد جاي برا البنك وتخرج وهم خارجين بتقول له ميلي ان انت متبرمج على انك تروح البنك كل يوم وتشتغل وتتبع التعليمات وبتدينه نظارة من النظارات الشمسية وبتطلب منه ان هو يلبسها جاي في اول الامر بيرفض بس بعد كده بيوافق وبيلبسها وبيشوف حاجات غريبة اول اما بيلبسها وبيتخد من المنظر وبيشيلها من على عينه بتبدأ ميلي تقول له ان العالم ده يختفي في خلال اربعة وعشرين ساعة بس هما بيتكلموا بتيجي عربية شرطة وميلي بتخذفها بالسلاح اللي معاها وبعدها بتقوم بتقبيل جاي اللي بيفتكر كل حاجة حصلت معاها من اول اما شافها بعدها بيروحوا بيت جاي وجاي بيقولها على الروتين يومه اللي بيصحى يعمله وبيري اعناكاز بيشوفه كل يوم من خلال الشباك بتاعه ميلي اول ما بتشوف الانكاز ده بتفرح جدا وبتقول له ان ده كان المنظر بتاع اللابة بتاعتها هي وكيز وان انتوان يستعدمه في فري سيتي بس نسي يحزف الانكاز بتاع الازا كان الاصطناعي الخاص بلابتهم بتتصل بكيز تحكيله اللي هي شافته بتقول له احاول ان انت توصل للمكان ده وبيقول لها كيز ان هو يحاول ايام الحاجة بعدها جاي بيروح يجمع كل الشخصيات اللي هي غير قبلة لللاب وبيبدأ يتكلم معاهم على ان اللي بيحصل لهم في اللابة هو مش راضي عنه وبيطلب من الراجل اللي هو دايما رفع ايده علشان خايف من الاصابات ينزل ايده بس الراجل برضو بيكون متبرمج على اللي هو فيه وعلى اللي بيحصل له بيبدأ جاي يقول لهم على العالم اللي هو هيعيش فيه مع ميني وان هو عالم هادي مفيش فيه الاصاباته والاتل والسطو اللي بيحصل في المكان اللي هم فيه بيبدأوا كلهم يفرحوا بكلام جاي وبيتحمسوا للحياة اللي هو بيقولهم عليها بس جاي بيقولهم ان احنا عشان نروح للعالم ده لازم نغامر ونحارب وبيوفقوا كلهم على كلام جاي وبيبدأوا مهمتهم بعدها بنلاقي كل اللاعبين وقفين في اللابة بيستغربوا اللي بيحصل فيها لانهم مش لقين اي حد من الشخصيات اللي هي غير قبلة لللاب يلعبوا معاهم وبيبدأ اليوتيوبرز يتكلموا على الزكاة الاصطناعي بتاع شخصية صاحب الأميوس الأزرق وسيطرتوا على كل الناس لان ببساطة الناس كلها بتحبوا بعدها بنلاقي انتوان بيشوف كل الفيديوهات اللي بتطالب بتصديح اللعبة وبيجيلوا فيديو من دن الفيديوهات بيفهم من خلاله ان اللي بيحصل في اللابة ده سببه ميلي اللي هي تبقى شريكة كيزي اللي كانت بتطالب بمقاداته وبتتهموا انه هو سرق الزكاة الاصطناعي بتاعهم وحطوا في اللابة بتاعته بيروح انتوان لواحد من اللي شغالين معاه ويقولوا احزفها من اللعبة بس الشاب اللي شغال معاه بيقوله صعب لان حسابها استثنائي بيقوله انتوان خلاص يقتلها في اللعبة برضو الشاب ده بيقوله صعب انها تتقتل لان الشخصيات اللي هي غير قبلة للعبة دي في حالة اضراب كبيرة ولازم تلاقي حل للكلام ده كله الناحية التانية في اللعبة الشخصيات اللي هي غير قبلة للعبة بيبقوا متجمعين في كافيلة وحدهم وبيعملوا لهم عايزينه وبيكسروا القواعد والانظمة اللي كانوا ماشيين بيها بس انتوان بيقول للشاب اللي شغال معاه احنا هنموتهم كلهم الشاب ده بيرد عليه ويقوله ان اي لعب بيموت بيختفي للابد ما بيكونش ليه وجود بيرد عليه انتوان ويقوله انا مش مهتم بحاجة زي كده بعدها بالله يجا يقومي لي راجبين عربية في اللابة وبيحاولوا انهم يروحوا للشاطئ اللي انتوان مخب عنده الزكاية الاصطناعي اللي كانوا اخذوا من ميلي وكيز بس وهم ماشيين بالعربية بيحصل لهم مترضات كبيرة من الشاب اللي شغل مع انتوان وبيحاول ان هو يعطلهم باي طريقة بس في نفس الوقت بيلاقي كيز قاعد في مكان وبيساعد ميلي وجاي في اللابة وبيخليهم ينجحوا انهم يهربوا من المترضات والشاب اللي شغل مع انتوان بينفعل جدا لان هو بيفب ان في حد عمل كده وبيقوم يتسائل عن مين اللي ساعد جاي وميلي بعدها ميلي وجاي بيكملوا طريقهم وبيروح انتوان والشاب اللي شغل معاه لشان يتبعهم من على الشاشة الرئيسية وشاب ده بيقول لانتوان هم رايحين فين كده انتوان بيرد عليه ويقول له رايحين عند شاطئ هيتمان ويرد عليه الشاب ده ويقول له هيروحوا يعملوا ايه هناك مفيش حاجة عند البحر غير المية انتوان في نفس الوقت بيأمر التقنيين انهم يطلقوا شخصية جديدة في اللابة كان بدأ يعملها علشان ينزلها وبيأمرهم انهم ينزلوها علشان تروح تقتل جاي وتمنعوا هو بميلي عن اللي عايزين يعملوه بس التقنيين بيقولوا لانتوان ان الشخصية لسه ماكملتش وممكن يحصل له خلل وما يكملش ومع ذلك انتوان بيكون مصر على نزول الشخصية اللابة عدام اللي انتوان بيأمر رجالة الامن النوم يجيبوا كيز للمكتب بتاعه ويعد يتكلم معي ويجيب له سيرة الشفرة بتاعته هو وميلي كيز بيرد لي يقول له انهي شفرة ويسأله ويقول له هو انت اصلا استخدنت الشفرة بتاعتنا في اللابة بتاعتك بيرد لي انتوان ويقول له ان اللابة اللي كان عملها هو وكيز لابة غوية لو كانت نزلت ما كانتش يعتامل اي حاجة بيستغرب جدا كلام انتوان بس بيتحول مية وتمانين درجة ويطلع اللابتوب بتاعه ويدخل اللعبة ويعمل جسر كبير لجاي وميلي علشان يعدوا من عليه في نفس الوقت جاي وميلي بيفرحوا جدا وميلي بتعتقد انها خلاص قربت جدا من حقيقة سرقة الشفرة بتاعتها ايا وكيز بعدها منلاقي الشاب اللي شغال مع انتوان بيدخل ويقول له ان الامور ازدادت سوء اكتر وبيفهم انتوان ان اللي حصل ده بسبب اللي عمله كيز فبيعمر انتوان بترضي كيز من الشغل وبيقول للشاب اللي شغال معاه امسح كل اللاعبين اللي في اللابة ويقفل حسابتهم كلهم بيروح الشاب ينفذ امر انتوان وفجأة بنلاقي ميلي بتبدأ انها تختفي بس وهي بتختفي بتقول جاي كمل انت وروح علشان تظهر الحقيقة بتاعت بناء لابتنا وبينلاقي كل اللاعبين اللي في اللابة بيختفوا في نفس الوقت كيز وهو واخد حكته وماشي من المكتب بيخلي جاي يكمل المهمة اللي هو بيعملها بيخلي كل اللاعبين اللي اتقفلت حسابتهم بيتفرجوا على مهمة جاي من خلال الشاشات بس بعدها اللي بيحصل ان التقنيين اللي شغالين مع انتوان اطلقوا شخصية دود اللي بتنزل اللابة علشان تتخلص من جاي وتوقفوا عن المهمة اللي هو عايز يعملها بينزل دود وبيضرب جاي وكل اللي موجودين في اللعبة بيستغربوا الشخصية بس في نفس الوقت بيجي بادي صديق جاي وبيركز مع شخصية دود علشان بتبقى شبيهة لجاي في الشكل بس دود بيدرب صديق جاي بقوة جديدة جدا وبيروح يكمل دربه في جاي اللي ما بيعرفش قومه نهائيا طوم بيمر الشاب اللي شغال معه ان هو يفعل الدربة المميتة علشان يتخلص من جاي خالص وبيروح دود علشان يدرب جاي الضربة المميتة بس جاي بيلبس النظارة وبيتصدى للضربة بتاع الدود بالدرع بتاع كابتن امريكا اللي بيكون بيتفرج على اللعبة من خلال التليفون بتاعه في نفس الوقت بيقوم جاي وبيدرب دود وبيرجع نفسه زي الاول ونلاقيه بيطلق سيف ضوئي يستعدمه ويفضل يدرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض بعدها منلاقي دود بيقوم وبيجري على جاي وينزل به على الارض وبيكون خلاص هي موته بس صديق جاي بيحدف له نظارة بتاعته وبيلبسها جاي علشان يختار اي حاجة تساعده انه هو يتخلص من دود بس جاي بيعمل حاجة تانية خالص وبيخلي دود هو اللي يلبس النظارة علشان يقوم دود ويتليه مع الحاجات اللي شايفها ويسيب جاي خالص بعدها انتوان بيتعصب جدا وبيروح لغرفة الخوادم بتاعت الاعبة علشان يدمرها خالص في نفس الوقت جاي بيحاول ان هو يعبر الجسر هو وصديقه بادي اللي كان عامله كيز بيروح انتوان وبيدخل الغرفة هو والشاب اللي معاه وبيساله انتوان عن الخوادم بتاعت فري سيتي بس الشاب ده بيستغرب اللي هو عايز يعمل وبيضرب انتوان الخوادم اللي متحكمها في لعبة فري سيتي علشان يدمرها وفي نفس الوقت بيظهر الضمار على اللعبة وبتبدأ كل حاجة تختفي من اللعبة بالتدريج بعدها بيلاي انتوان بيسال للشاب عن الخوادم اللي متحكمه في الجسر اللي كان بني كيز في اللعبة علشان يدمره هو كمان بس بيرد عليه الشاب ده وبيقوله مش هقولك عليه لان انت حتدمره هو كمان فبيرد عليه انتوان ويقوله اعمل اللي انا عايزه فيها دي لعبتي وانا حر بس بيرد عليه الشاب ده ويقوله لا مش لعبتك دي لعبت كيز صديقي بيتعصب أنتوان من كلام الشاب وبينده لرجال الأمن علشان يترضوه هو كمان في نفس الوقت جاي بيكون بيجري هو وصديقه على الجسر وبيبضلوا يمشوا عليه بس أنتوان بيكون بيدمر في خوادم اللعبة وبيحصل ثقب على الجسر يفصل ما بين جاي وصديقه بادي اللي بيقفوا بيكونوا هما الاثنين متأسرين باللي بيحصل لهم وبيعتزلوا جاي علشان مش هيقدر ينقذوا السيبات بيظهر شجاعة كبيرة جدا بيخلي كل اللي بيتفرجوا عليه لأنه هو يوصل لآخر الجسر ويفضل يجري والناس كلها بتكون بتتفرج عليه وبيتشجعه وفي الآخر بينجح جاي إنه هو يوصل لآخر الجسر وكله بيبقى بيترقب إيه اللي بعد كده ومستني يشوف اللي هيتم وفاجأة بالله البناء الخاص بيكيز وميلي زهر وجاي يوصل عليه وكل الناس بتفرح حتى كيز لأنه بيحس إنه هو وصل للي هو عايزه بعدها بتروح ميلي لأنتوان وهو بيدمر في خوادم اللعبة وتقول له خلاص انتهى الأمر ووصل جاي للبناء الأصلي بتالي بيتنا أنتوان بيكون في حالة من الهدوء اللي بيسيطر عليه وبيقول لها إيه الخطوة اللي جاية اللي انتو عايزين تعملوها هترفعوا عليها قضية فبيترد عليه ميلي ويتقول له أكيد هنيمل كده أنتوان بيقول لها أنا موافق إن انتو تعملوا كده بس فيه صغرة ما تعرفوهاش لسه ما دمرتاش وهدمرها دلوقتي ميلي بتقول له انه مش عايزة أي حاجة غير العالم اللي هي بنته مع الأشخاص اللي موجودة عليه بيرد عليها أنتوان ويقول لها طب وإيه اللي أنا هستفادوا ميلي بتقول له كل حاجة هتبقى بتاعتك كل الأرباح تخصك أنت بس والأجزاء الجاية من ليبت في ري سيتي كلها ليك أنت أنتوان بيستغرب جدا كلامها وبيقول لها تعرف إنها أغبأ صفقة في تاريخ الصفقات الغبية وهو إنك عايزة تتخلي عن كل الملايين دي بترد علي ميلي وتقول له أنا مش محتاجة للشهرة ولا الملايين دي علشان أثبت إننا وكيز عملنا شيء عجازي وبتقول له إنها اكتفت من لعب اللعبة بتاعته وجه الوقت اللي تلعب في لعبتها هي عدها بيكون كيز وميلي وصديقه متجمعين في منزلهم وبيستمروا في إنشاء اللعبة الخاصة بيهم وبيتابقوا الأخبار اللي بتقول إن أنتوان خسر حاجات كتيرة جدا وبقى مستعدف للكتير من الناس في نفس الوقت الكيز بيارد على ميلي إنها تخرج معاه ويقعدوا يشربوا قهوة في أي مكان بس ميلي بترفضوا بتقولوا إنها هتكمل في اللعبة وبيباني إن كيز متعلق بميلي من فترة طويلة بعدها بتبدأ لعبة في ريلايذ الخاصة بكيز وميلي وبيكون جاي وميلي في اللعبة مع بعض ماشين ويفضلوا يتكلموا ويفكروا بعض بكل الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة وبينلاقي معاهم كل الناس اللي كانت مت برمجة وغير قبلة للعبة في لعبة في ريسيتي بعدها الجاي بيقول لي ميلي إنه هو بيحبها بس حبوا ليها نتيجة برمجته على كده وإن في حد من العالم الخارجي هو اللي كتب البرنامج ده وإن جاي مجرد رسالة حب ليها إنما المؤلف شخصي تاني في الخارج أو في العالم الحقيقي بعدها بنلاقي ميلي بتدخل في حالة زهول جوه اللعبة وبرها وبيظهر قدامها على الشاشة فيديو لكيز وهو بيحكي عن شخصية جاي وإن إزاي برمجه على كل الأحداث اللي حصلت وإن كيز صمم شخصية جاي علشان يلاقي فتاة أحلامه وإن فتاة أحلام جاي هي نفس فتاة أحلامي اللي بعد ما بتسمع الكلام ده كله بتقوم تجري وتروحها لشان تقابل كيز بطلو إنها عرفت كل حاجة عن حبه ليها وبيبضلوا بيبصوا البعض فترة طويلة جداً وفي الآخر بيروحوا البعض بعدها بنلاقي جاي في لابت فري لايف بدأ يتعيش في كل حاجة فيها حتى مع الشخصية اللي هي شبيهة لي اللي كان أنتوان عملها علشان ينتهم منه في لابت فري سيتي بسه هو ماشي بيقابل صديقه بادي ظهر في لابت فري لايف وجاي بيفرح جداً وبيستغرب إزاي نيجي من الأحداث اللي كانت بتحصل في فري سيتي صديقه بادي بيشرحه وبيجروا على بعضهم الاتنين ويحضنوا بعض ويبدأوا يتعيشوا في اللابة الجديدة وكده يبنته في الميناء النهاردة ما تبخلش لنا باللايك ولو إنت مش مشترك في القناة يشترك في القناة وفعل زر القرص علشان يوصل لك فيديوهاتنا أول بأول وأشوفكم على أخير ومع السلامة